من القاهرة سيد أشرف العشري مدير تحرير صحيفة الأرام والكاتب الصحفي إذن سيد العشري كنت أسألك إذا كنت تسمعني بشكل جيد الآن ماذا وراء إصرار إثيوبيا على بدء إجراءات ملء سد النهضة في يوليو المقبل وهذا فشل كل المفاوضات التي جرت في الولايات المتحدة بالإدارة الأمريكية والبنك الدولي أولا سيدي يبدو أن أسيوبيا راغبة في استمرار سياسة العناد وأيضا اتباع سياسة المراوغة والتسويف والوصول إلى ما لا نهاية أي مرحلة إمكانية فرض الأمر الواقع على الجانب المصري خاصة وأنها وجرت في السودان للأسف الشديد شريكا مؤيدا ومؤازيرا وربما يوفر لديه شبكة أمان عربية أفريقية في الأيام الماضية كما حارسة في اجتماع مع الدول العربية لذي أدان هذا المسلك الأسيوب ووجدنا السودان يرفع يده ويتنصد من هذا القرار ويلجأ إلى أن يكون هناك بالفعل الوقوف على مسافة قريبة من الجانب الأسيوب بكل تأكيد القيارة الآن عندما أصدرت بيانها بالأمس تعلم تماما أننا الآن في مخاض عسير وأن هناك صعوبة بلغة وأن الرهان الوحيد المتبكي حتى الآن قبل لجوء القيارة إلى خيارات أخرى قانونية ودولية ومجلس أمن المتحدة وربما أيضا خيارات أخرى تبحث في الغرف المغلقة هو أن يكون هناك بالفعل اللجوء إلى ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية ضغط على الجانب الأسيوب الإنقاذ مفورات أربعة أشهر رعتها عبر وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي وحقاكت نتيج إيجابية ربما توصل كل الأطراف السلاسة إلى ما يوكارب 90% ولم يتبقى إلا 10% نتيجة المراوغة والتسويف لاجهت أسيوبيا إلى عدم الزهاب إلى جارة مفورات الأخيرة في 27 و28 من شهر فبراير الماضي فوراعة القاهرة أمام سياسة الأمر الواقع هذا الأمر أعتقد القاهرة عبرت عنه بكثير من عدم الارتياح وأيضا بكثير من عبارات بلغة الأهمية فيها كثير من الشدة كثير من الرفض كثير من الاستنقار كثير أيضا من إرسال الرسائل للجانب الأسيوب بأن هذا الأمر لن يكون لديه محل على أرض الواقع ولن يكون لك ملء للسد إلا إذا تمت موفقة القاهرة والسودان طبقا للمدى الرابعة في اتفاق إعلان المبادئ للموقع في 23 مارس عام 2015 وبالتالي أسيوبيا الآن تريد أن يكون هناك أمر واقع على الجانب المصري وأعتقد أن هذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من التوترات في العلاقات المصرية الأسيوبية بالناحية وربما يؤدي رحلة من انقصام العمودي بين دول القارة الإفريقية في المرحلة القادمة لأن هناك من يعيد الموقف الأسيوبي وهناك أغلبية يعيد الموقف المصر نحن الآن أمام مخاطر أسيوبي وربما ذلك أستاذ أشرف في صلب زيارة وزير الخارجي المصري سامح شكري إلى عدد من الدول العربية ولكن كيف تنظر إلى تذرع الحكومة الأسيوبية بالانتخابات القادمة في أغسطس المقبل وبوجود خلافات داخلية وبأنها بحاجة إلى وقت أطول لدراسة هذه الاتفاقية قبل التوقيع عليها هذا ربما يكون أحد ركائز الوهم الأسيوبي الذي يسعى لتصويق ما يحرص في الداخل الأسيوب أين كان الطرف الأسيوبي بما يتعلق بالشأن الداخلي عندما ذهب منذ أربعة أشهر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقرر المضي قرم في المفورات على مدار أربعة وخمسة جولات طويلة مطولة انسحب في الجولة الأخيرة وبالتالي هذه الزرائع غير مقبولة القاهرة تعلم أن ما يحرص حاليا هو سياسة شراء الوقت للاستمرار في بناء السد خاصة أنهم قربوا على ما يعادل 85-86 في من بناء السد سيبدأون في ضخ المياه في شهر يوليو القادم وبالتالي هذا الأمر يريد أن يجعل القاهرة تقبل بسياسة الأمر الواقع أعتقد هذا الأمر مرفوض تماما لأن سياسة شراء الوقت تبعت على مدار أكثر من خمس سنوات منذ عام 2015 منذ توفق إعلان المبادئ حتى الآن دون أن يكون هناك قيد أنمولة من التحرك الأسيوب على أرض الواقع وبالتالي هذا الأمر أصبح مكشوفا ومعلومة هذا القاهرة القاهرة تبعث في خيارات عديدة الخيار الدولي والخيار مجلس الأمن والخيار الأمريكي والخيار العربي الذي من أجله زهب سمح شكه إلى سبع دول عربية ربما يكون هناك بالفعل وراء ما يحرص في ذلك رغبا كبير مصر يتصعيد في مرحلة القادمة ما هو أن أعيد تصعيد حل سيكون تصعيد سياسي أو دبلوماسي أو أمني هذا يتوقف على خطى التحرك المصر وضحت الصورة أشكرك جزيل شكرا سيد أشرف العشر الكتب صحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك